أكيد أول سؤال شفت إزاي القرارات الأخيرة الوضع في الشارع دلوقتي طبعا حضرتك متصد بالتأكيد بالناس وبتسمع ردود الأفعال تقييم المشهد عامل إزاي فأنت؟ أقول لحضرتك القصة اللي بدأت بالأول خالص لما الحكومة قدمت بيان في شهر مارس اللي فات والبيان حيات تضمن جواه برنامج إصلاح اقتصادي صحيح البرلمان طبعا ناقش البيان بمناقشة مستفيدة وقدم رد ضخم جدا على محاور البيان السبعة وفي النهاية البرلمان وافق على البيان واللي كان أحد محاوره بحوى الاقتصادي اللي كان جواه برنامج الإصلاح الاقتصادي طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي ده كلنا عارفين أنه مؤجل تطبيقه من أكثر من 25 سنة وكان فيه إجراءات كان لازم تتخذ من الفترة زمنية طويلة ولكن لزروف وعطبارات تاريخية مش عايزين نخوض فيها تم تأجيل هذا الإصلاح لسنوات طويلة تغتب على كده زيادة معدلات عجز الموازنة بشكل مخيف جدا زيادة معدلات الدين المحلي بشكل مخيف جدا زيادة فوائد خدمة الدين بشكل ضخم جدا وصلنا حضرتك لمؤشرات لا يمكن تحملها وأنا نفسي قلت رئيس الوزر في بعض الأيام كنا بنقاش الموازنة هذا الوضع اللي يمكن يستمر أكثر من سنتين يعني الوضع اللي احنا فيه ده بالسياسات دي بالمؤشرات دي أنا في رأيي الشخصي كاقتصادي اللي يمكن نتحملها أكثر من سنتين وبالتالي لما جات الحكومة بعد كده قدمت بعد ما خلصت البيان قدمت الموازنة عامة للدولة ونقشناها منقشة مستفيدة وكتبنا فيها تقريب ضخمة جدا لنا بعض الاقتراحات بشأن الإصلاح الأوضاع اللي فيها وفي الأخير المجلس برضو وافق على الموازنة وبدأت الحكومة في بداية تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال قانون ضريبة على قرارة مضافة وقانون نهاء المنازعات الضربية بشكل ودي بدل من في الوقت ده جات بحث صندوق النقد الدولي وحضرتك عشان تبولي الإصلاح الاقتصادي لو عندك موارد دولارية كان بها ما كان شيء من حقك تقترضي بالصندوق في إطار طبعا ضعف متحصلات السياحة وضعف تحلوات العاملين المصريين بالخارج وضعف الصدرات إلى آخره حصل نقص شديد في رصيد مصر من العملات الأجنبية فالطريقة نلجأ إلى صندوق النقد بس يعني حكي ملحوظة جدا صغيرة احنا عدنا من 2002 إلى 2010 ما ناخدش حاجة من صندوق نقد لكنا عندنا رصيد احتياطي ضخم جدا في تلك الفترة بحث الصندوق النقد الدولي الحقيقة تعرض عليها برنامج الاستحل الاقتصادي المصري وبأكد على حدرتك أنه برنامج مصري 100% وهم قالوا كده الحقيقة وهم قالوا كده فعلا وحنا قابلناهم كعضاء برلمان بعض الأساء اللي جانب قبلوهم وأكدوا على كده وبعدين وعد موافقه على البرنامج بحث الصندوق بتتميزني قروض ميسر إلى حد كبير وعلى أجال طويلة وبأسعار فايدة يعني بسيطة ولكن بتدي شهادة ثقة للاقتصاد ده مستقر ويعني فيه إمكانيات التقدم والنمو هم بس لهم يعني ودي حقهم الحقيقة أنه هم يتأكدوا من قدرة الدولة على السادات أو قدر البالة على السادات فبيتأكدوا من أن الحكومة بالفعل قادرة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقة بعد كده انتهينا من زيارة بحث الصندوق ودخلنا فيه بقى توقيت الإصلاح الاقتصادي وهنبدأ بإيه وننتهي بإيه الكل كان بيتكلم على مشاكل الاستثمار والاستثمار وقف بشكل ضخم جدا سواء المصري أو العربي أو الأجنبي فكان الحقيقة اجتماع تاريخي اللي حصل يوم 1 نوفمبر واجتماع المجلس أعلى الاستثمار بالرئيس السيسي أول اجتماع للمجلس في تشكيله الجديد وأخذ 17 قرار وهذه القرارات أنا باعتبر حقيقة قرارات ثورية جريئة جدا جدا في مجال تشجيع الاستثمار وأتصور انه مجلس النواب لجنة الخطة الموازنة لجنة دستورية التشريعية لجنة الاقتصادية عليه مهمة كبيرة انه لو حاجات دي محتاجة بعض التشريعات نعملها فترة اللي جاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار معانية بتحويل هذه القرارات الجريئة إلى آليات تنفس على أرض الواقع لما حاجات تاخدي إعفاء من بعض الضرائب في المشروعات اللي هي بتقدم سلع استراتيجية للتصدير لما تاخدي الأرض بنسب خاص بـ 25% في بعض الأحيان و 35% في أحيان أخرى لما يبقى المحافظة من الحق يدي ترخيص مؤقت لمدة سنة ووزير الصناع يدي ترخيص مؤقت لمدة سنة لما بعض الأراضي مرفقة في الصعيد تمنح بالمجان الاستثمار وغيرها الحقيقة من القرارات السبعتاشر اللي باعتبارهم الحقيقة نقلة ضخمة جدا في الاستثمار في مصر تاني يوم على طول قرار اللي طبعا عمل أحدث يعني ضجة كبيرة هو قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر سعر في الجنيه بلد حضرتك فيها سعرين للدولار 8 جنيه 80 قرش و 18 19 ده أمر لا يستقيم أنا كمستثمر أدخل إزاي دولارات الدخلة دي هتقوم بقى دي أنا أعرفش نمرة 2 أنا كواجل مصنع جوا مصر باستور المواد 5 أجيبها منين ما أعرفش لأنا لاقي دولارات في السوق الموازية والبنكر بيدينيش فألاف المصانع وقفت نمرة 3 مع ارتفاع أسعار الدولار بقت ارتفاع أسعار استيقان السلع الأساسية بدأت ترتفع بالذات السلع اللي بتعتبد في تمويلها على الدولار من السوق الموازية مجموعة ضخمة جدا هاكم المشاكل بسبب الاضطراب اللي حصل في سوق العملة لما حصل حقيقة التعويم اللي حصل أو حرية تعرضه الطلب وتحرير سعر الصرف على الأقل بقى عندنا عايزة أقول إيه ما نهج شغالين عليه إن الدولار بنحاول نزود المعاود منه وبنحاول نقل الطلب عليه وحكنا بحك بعد شوية على بعض الإجراءات اللي لازم نكمل بيها اللي حصل بحس إن احنا فعلا بقى عندنا سوق صرف البنوك لها يد كبيرة فيها شركات الصرفة المعتمدة اللي وقتها ترخيص والليها قار إنشاء ما عندهش مشاكل وما تكبتش مخلفات تقدر تشتغل فيه بحيث بقى عندنا النهاردة قوة العرض والطلب الحقيقية تتفاعل وبمرور الوقت تبدأ تحدد سعر الدولار اللي أتصور إنه حيوار يتزبزب كده الفترة إلى أن يستقر وحصل كامده قبل كده فترة طويلة يعني في دول بعد تحرير سعر الصرف نجحت بشكل كبير في دول ارتدت ده يتوقف على إيه يتوقف حياتك على سلامة السياسات المتبعة الازيادة المعروض من الدولار من ناحية وخافض الطلب عليه من ناحية تاني خافض الطلب ده يبقى أنا أدعم الصدرات وأشتغل أنا أصدر كويس قوي لإنه عملتي قلت وأشوف الاستيراد بحيث في غير مرور فيه طبعا نتج عن القصة دي إن أنا مرتفع سعر الدولار من السعر اللي كان موجود قبل كده إلى 13 وشوية إن أنا أو 15 وشوية بصيت لقيت إن تكلفة استيراد السعر الأساسية ارتفعت إن تكلفة استيراد المحروقات طبعا زادت بحوالي أكتر من 65 مليار جنيه تزود عجز الموازنة اللي هو أصلا رقم طبعا مخيف زي ما حيك عارفة فصدر بعد كده قرار بتحريك أسعار المحروقات من بنزين وصولار وما زودته وبوتجاز يعني اللي يقول لك حدك التوقيت وكان كفاية دولار الصبح بستشل دي حاجة كلها وقبلها تقارات المجلس أعلى السسمار كلها محسوبة مدروسة يجو مع بعض باكتج واحدة باكتج واحدة لإن أنا على طول أرفع سعر الدولار من 8 أو أحرر الدولار وخليه من 88 إلى 14 وسعر واحد كله بيتحسب عليه على طول أسعار المحروقات ارتفعت استيرادس البترول ارتفع البترول نفسه كان بيتباع ب40 بقلوات بيتباع بحاجة وخمسين على طول فاتورة دعم المحروقات ارتفعت بمقدار حوالي 70 مليار جنيه مضافين إلى عجز الموازن الموجود أصلا